رفض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريتش التراجع عن إدانته ممارسات الاحتلال الصهيوني خلال عدوانه على مدينة جينين ومخيمها وذكر نائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن جوتريتش متمسك بموقفه بشأن إدانة الاحتلال الصهيوني لاستخدامه المفرط بالقوة بمخيم اللاجئين بالظفة الغربية وكان جوتريتش قد انتقد الكيان الصهيوني لمنعه الجرحى من الحصول على الرعاية الطبية ومنعه العاملين في المجال الإنساني من الأصول إلى جميع المحتاج